ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وقعت من معبر القرقارات والإدعاء على أنها نتيجة القصف المدفعي العنيف الذي شنته مرتزقة البوليساريو في الساعات الماضية بينما الأمر لا يعد أن يكون الدخان الذي تسبب فيه إحرق السلطات المغربية للمتلاشيات والسيارات القديمة المتخلى عنها منذ سنوات بالمعبر بهدف تطهيره وإعادة تأهيله وجعله في أحسن حل والدليل هو أن بعتة المينورسو بدورها أكدت أن الإشباكات بين المغرب والبوليساريو طيلة الأيام الماضية لم تتعدى مناوشات بالأسلحة الخفيفة وعن بعد في بعض المناطق المتخمة للجدار الأمني للإشارة فإن الصحافة الجزائرية ومعهم أراضي الليل كانوا قد أتاروا سخرية العالم عندما خرجوا في فيديو مباشر على الفيسبوك يؤكدون فيها أن مدينة سمارا المغربية تعيش تحت رحمة قصف عنيف وأن قوة البوليساريو باتت في محيط المدينة وستدخلها في غضون ساعات نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب